أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد حديثنا عن القدوة الطيبة للمرأة المسلمة في اللقاء التاسع نتكلم عن المرأة كزوجة المرأة المسلمة كزوجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول أن المرأة المسلمة أرعاه على زوج في ذات يده أي أنها ترعاه في كل شيء في نفسه وفي ماله وفي أولادها وفي نفسها ولنا في ذلك أمثلة سوف نتكلم عنها أولى هذه الأمثلة السيدة خديجة أم المؤمنين بنت خويلد رضي الله تعالى عنها والسيدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وثالثها زينب رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورقية ابنة رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم وأم حكيم زوجة أكرمة رضي الله تعالى عنه ابن أبي جهل وخوله بنت مالك بن ثعلبة رضي الله تعالى عنهن أجمعين المرأة المسلمة هي خير كنز للرجل بل إن بعض العلماء فصروا قول ربنا في القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا هي المرأة المسلمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر فيما أخرج أبو داود ألا أخبرك بخير ما يكنز يعني أفضل كنز تجد المرأة الصالحة ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات التي يعرف بها صلاح المرأة من غيرها قال إذا نظر إليها سرت دائما في أبها حلة وإن أمرها أطاعت تطيعه دائما في غير معصية الله وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله وفي أولادها هذه الصورة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجة المسلمة راسخة في وجداننا وفي ضمائرنا هذه الصورة المثالية لسلوك المرأة المسلمة التي تظهر فيها رعايتها للأسرة في تحمل المسؤولية في بيت زوجها في بيت زوجها هي راعية ومسؤولة عن رعيتها علاقتها بزوجها قوامها الحب المتبادل العطف، الحنان، الإيثار، البذل، التضحية والفداء ويكفي في الإقرار بفضلها أن أول قلب خفق بالإسلام ودخل فيه الإسلام وتألق بنوره قلب امرأة فاضلة نبيلة هي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك تشريف للمرأة في الإسلام ورفع لقدرها نقف اليوم على أولى هذه السيدات العظيمات السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بنت خويلد نعلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقى من رجال قريش ما لقى من صد وإذاء لكن وقفت بجواره امرأتان وقفت من وراء الدعوة الإسلامية يؤيدان الدعوة ويسهران على خدمة رائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى زوجته وهي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها والثانية فاطمة بنت أسد أم علي زوجة أبو طالب رضي الله تعالى عنها واستحقت خديجة بهذا أن تكون خير نساء العالمين خير نساء العالمين وكيف لا تكون خير نساء العالمين وهي أم المؤمنين بل هي خير الزوجات والأسوة لأي امرأة تريد أن تقتدي بقدوة طيبة حسنة تجد بغيتها في السيدة خديجة فالسيدة خديجة هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا هادئا قبل البعثة أعانته على التأمل في غار حراء يذهب بعيدا في غار حراء في جبل النور وكانت أول من آمن به عندما دعا إلى ربه وكانت خير من وساء بالنفس وبالمال وبالأهل سيرتها عطرة لو بحثنا في كل كتب السير لا نجد أي مشكلة فيما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ لابد أن يكون في مشكلات لكنها ما كانت تخرج أبدا أي مشكلة خارج بيتها حياتها بالبر عامرة نفسها بالخير زاخرة يقول عنها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له من باب الغيرة ما هي إلا حمراء الشدقين يعني ما عندها أسنان حمراء الشدقين قد أبدلك ما هي إلا عجوز حمراء الشدقين ما عندها أسنان قد أبدلك الله خيرا منها قال والله ما أبدلني الله خيرا منها ما أبدلك الله خيرا منها كيف يا رسول الله؟ عدد رسول الله صفاتها الأولى آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذه المرأة العظيمة عندما نبحث عن القدوة لا نبحث هنا أو هناك وأمامنا خير نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الزوجة الوفية المطيعة نرجو من النساء المسلمات أن يقرأنا سيرتها وأن يتمعنا في دروس معاملتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قمت النساء في إحسان العشرة لزوجها أعانته على خلوته قبل البعثة وثبتته عندما جاء خائفا من غار حراء ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني ولقد خشيت على نفسي خفت أن يكون هذا مس من الشيطان قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وبدأت تعدد صفاته الطيبة وسبقت الناس إلى الإيمان برسالته وواسط المسلمين بنفسها ومالها وكل شيء جزاها الله خيرا عن ديننا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي بشرها ربنا سبحانه وتعالى بأن لها قصر في الجنة في يوم من الأيام ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار تحمل الطعام فوق رأسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غنية مليارديرة في ذلك الزمان كانت تستطيع أن تؤجر أو عندها من العبيد ما أن تجعلهم يقف الواحد تلو الآخر بجوار بعض المباعة حتى يوصلوا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها ما فعلت ذهبت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الطريق أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام الغموس يعني وطعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني من الله العظيم يرسل جبريل يسلم عليها لماذا؟ لأنها وفية لأنها ترعى بيتها وترعى زوجها تحافظ عليه في غيبته وفي حضوره لأنها تطيعه أقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب لا صخب فيه ولا نصب تردنا ذلك الأخوات المسلمات أحسننا العلاقة فيما بين كن وبين أزواج كن أليس هذا القصر خير من قصور الدنيا؟ لمن تغره الحياة الدنيا؟ أليست هذه البشرة خير من الدنيا وما فيها؟ خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها إن أطاعت المرأة زوجها وأحسنت عشرته تصل إلى هذا المقام السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت أول من انضم إلى الركب المؤمن وأول من آمن بالله في الأرض السباق المسارعة في فعل الخيرات ونحن على أبواب رمضان لا بد أن يكون هناك سباق للوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته والعتق من النيران أول من آمنت بالله في الأرض بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحملة اللواء مع الرسول في اللحظة الأولى بجوال النبي صلى الله عليه وسلم تجاهد وتكابد وتعطي من ثروتها وتعادي قومها وتقف من وراء زوجها ونبيها حتى الرمق الأخير حتى آخر لحظة تخيلوا تترك كل ما لها من ثروات وتتحبس مع النبي صلى الله عليه وسلم في شئب أبي طالب تخيلوا هذا أماتت بعد الثلاث سنوات العجاف هذه سبحانك يا رب حق لها أن تكون مثل عظيم لأي امرأة مسلمة تبحث عن المثل والقدوة الطيبة كيف لا وقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظات الأولى مؤيدة لدعوة نزل عليه الروح الأمين أول ما نزل في غار الحراء في الجبل فأقرأه ما شاء الله أن يقرئه من كتاب الله الكريم في سورة العلق ثم أخذ يتراء له في طريقه بين السماء والأرض يلتفت النبي يمينا ويسارا وأماما وخلفا فلا يرى أحد فيقف ولا يتقدم ويرى جبريل جالس بين السماء والأرض حاجة يعني مرعبة ما يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدم ولا يتأخر كل ذلك ورسول الله بين شعاب الجبال وفي وحشة الطريق لا عنده أنيس ولا معين ولا نصير لم يكن مع أحد لما انصرف حرب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته فزعا خائفا مرعوبا بما سمع ما رأى لما أبصرته قالت أين كنت يا أبا القاسم فوالله لقد بعث رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ثم رجعوا إلي فحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشره وتذهب به إلى المتخصص ابن عمها ورق بن نوفل ورق بن نوفل يقول له إنك أنت نبي آخر الزمان إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة سبحان الله تثبته أولا ثم تذهب به إلى المتخصص ثانيا والمتخصص يقول له إنك أرجو أن تكون نبي آخر الزمان كل ذلك بجواره مثبتة مؤيدة لم ير منها صلى الله عليه وسلم شيئا يحزنه أبدا صلى الله عليه وسلم لم ير منها تكذيبا أو سخرية أو نفورا بل فرجت صدره لم تقول له أنت كنت في الجبل وأنا قلت لك ما تتركنيش وعد معايا ما قالت ما قالت مثل هذه الكلام بل أذهبت حذنه وأثلجت قلبه هونت الأمر عليه هكذا تكون المرأة المثالية المسلمة تلك هي خديجة التي بعث الله عز وجل إليها تحيات من فوق سبع سماوات نزل بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرئ خديجة السلامة من ربها قال صلى الله قال رسول الله صلى الله يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من ربك فقالت لله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام منزل ما وصل بها أحد لا من السابقين الأولين ولا الخلفاء الراشدين وكل ذلك بسبب مواقفها في اللحظة الأولى أعظم وأجل من جميع مواقف التأييد للدعوة فيما بعد السابقون الأولون هؤلاء لهم مقام عظيم وهي أولى السابقات إلى الإسلام خديجة رضي الله تعالى عنها كانت من نعم الله الجليلة على النبي صلى الله عليه وسلم بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة ربع قرن تحسن إليه ساعة قلقه تؤازره في أحرج أوقاته تعينه على إبلاغ رسالته تشاركه في مغارم الجهاد المر تواسيه بنفسها ومالها يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العجيب آمنت بي حين كفر بي الناس الناس كأنها هي في كفة والناس في كفة وكفتها ترجع على الناس وصدقتني حين كذبني الناس كل الناس لكن أهم شيء أن يكون في الداخل في البيت البيت يكون بيت مطمئن يكون بيوت آمنة تكون في امرأة مسلمة قدواتها خديجة وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرمت من الولد من غيرها إلا من ماريا القبطية وهذه جارية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها بالسلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ مجوث لا صخب فيه ولا نصب هذه أمنا أم المؤمنين خديجة نعم القدوة للمرأة المسلمة تتعلم المرأة المسلمة من هذه المرأة العظيمة أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف تقب بجوار زوجها وكيف تدخل الصرور على زوجها وكيف تحافظ على بيتها وتحافظ على أولادها وتحافظ على نفسها هكذا تكون القدوة المسلمة إذا أردتن القدوة فلا تذهبن بعيدا فإن من أمهات المؤمنين والصحابيات العظيمات أعظم مثال يقتدى بهن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بنات ونساء المؤمنين يقتدين بخديجة رضي الله تعالى عنها وأن يصلح بيوتنا وأن يجعلها بيوتا آمنة مطمئنة اللهم آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته